موضوع Human Factors Engineering حقيقة مهم جدا في مجالات كتيرة ومنها مجال تصميم الأكهزة الطبية وطبعا أهميته بتيجي من أنه هو بياخد في الاعتبار المواصفات بتاعة الإنسان في تصميم المكنة أو الـ Expectations بتاعة الإنسان في تصميم مكنة وإمكانياته وقدراته علشان يبقى في الآخر الاستعمال بتاعها يبقى يعني بالنسبة له يبقى أسهل ما يمكن أولا ويبقى بالنسبة للـ Patient يبقى as safe as possible الحقيقة يعني من الحاجات الأساسية جدا نحن لازم يبقى في عندنا knowledge للـ Human Factors Engineering علشان نقدر نصمم جهاز بشكل يكون كفء والحقيقة يعني في عندنا نقدر نتكلم على حاجة بيكون عليها General Principles أو حاجة اسمها Rules of Thumb يعني الحاجات الأساسيات خالص اللي هي الناس متفقة عليها across the board ما بقاش فيها اختلافات وبعد كده بنتكلم على specific principles بقى أو specific يعني guidelines لحاجات محددة دي بنتكلم عليها لوحديها وممكن تبقى دي موجودة في حاجات ومش موجودة في حاجات بس General Principles مفروض إنها in general تبقى موجودة في أي جهاز طبي والحقيقة الخبرة في الأجهزة الطبية أوضحة إن إحنا الأطباء والمستخدم الأجهزة الطبية عموما ممكن إنهم يقبلوا بعض عيوب الـ User Interface بتاع مثلا جهاز طبي بشرط إنه يعني يكون ما بيعاقهمش على إنهم يعملوا الحاجة الأساسية اللي بيعاملوها بالمكانة يعني لو مثلا أنا بفروض أنا بعمل مثلا بـ Defibrillator Function معينة لو أنا مثلا Defibrillator دوت الـ User Interface بتاع معقد زيادة بس بيستمحلي ستيل لأنا أعمل functionality اللي أنا عايزها يعني بطريقة مناسبة أو ما بتعقنيش الحاجات الموجودة فيه دي إن أنا لو عايز أعمل function اللي أنا أقول عليها أساسية بالنسبة للجهاز ده بطريقة ما فيهاش أي إعاقة يبقى معنى كده إن أنا ممكن أقبلها وتعايش مع الـ User Interface اللي هو مش مش في User Friend دوت إنما لو أنا بتكلم بقى على إن ممكن يبقى فيه عندي حاجة يعني يبقى فيها complication دي تخلي إن أنا استعمالي لي في الحاجات الأساسية والحاجات الضرورية والحاجات في الـ Critical Care يبقى فيه مشكلة لأ ده ممكن ساعتها يبقى في عندي مشكلة إن أنا ممكن أرفض إيه استعمال الجهاز ده أصلا الحقيقة ممكن إحنا نعتبر إن إحنا ما عندناش أجهزة كتير الحقيقة نقدر نقول علي الـ User Interface بتاعها إن هو Perfect Actually Perfect دي ما افتكرش إن فيه أي جهاز نقدر نقول عليكم إن هو Perfect بس عمتا ممكن إحنا نقول إن عمتا كل الأجهزة بيكسروا واحدة أو أكتر من القواعد اللي هي بتاعة تصميم الأجهزة الطبية أو بتاعة Human Factors Engineering بس ما ينفعش إن أنا أكتر قواعد من القواعد الأساسية يعني يعني بتبقى فيه خطورة لما أنا أبتدي أتكلم على إن أنا الجهاز بتاعي يضوت في واحدة من الـ General Principles دي أنا مش بحققها أو أكتر أوكي فلازم ناخد في اعتبارنا الجزء بتاع General Principles ده قبل ما نبتدي إن إحنا نخش في التفاصيل أي حاجة بنعملها في التصميم بتاع الأجهزة الطبية الحقيقة بنتكلم على لو أنا عندي violation لل Principles دي ممكن تخلي الجهاز بتاعي حكتين ممكن تخليه unsafe ممكن تخليه unusable unsafe معناه إن أنا وأنا بستعمله أفتكر أنا بستعمله صح بس actual يكون بستعمله غلط وده يسبب خطورة على المريض أو unusable معناه إن أنا مابقاش عارف أشغاله أصلاً أوكي فمثال على كده مثلاً لو أنا عندي جهاز بيعرض لي معلومات بطريقة سريعة يبقى معناه كده أنا مش هستقبل المعلومة دي علشان أتصرف بنائلاً عليها في في التريتمت مثلاً بتاع مريض أو إن أنا آآ ما أقدرش إن أنا أشغل الجهاز بالشكل المناسب نتيجة إن هو كان بيقول لي منفروض أعمل حاجة وآآ وأنا معملتهاش مثلاً نتيجة إن الـ الـ الورنينج ده طلق لي بسرعة واختفى وما بقيتش عارف هو كان عاوز إيه أو مثلاً إن النتيجة يطلع فيها خطأ والخطأ ده برضو يطلع عليه وورنينج مثلاً أو يطلع عليه آآ ايرور ميسجي مثلاً على حاجة والآآ ايرور ميسجي دي ما تستمرش بحيث أنا ما أخدش بالي منها ففي حاجات كتيرة بالشكل ده كده أو برضو من الحاجات برضو لازم ناخد بالنا منها قوي في الأجهزة الطبية بالذات إن بتاعت الأجهزة الطبية في المستشفيات ما بتسمحش إن الأطباء والهيئة المعاونة في المستشفى إن هما يعودوا يقروا المانيول كلمة كلمة قبل ما يستعملوا الجهاز الناس متعويضة إن جهاز الـ بيعمل كذا يبقى خلاص يبقى بيعمل كذا جهاز الـ ECG بيعمل كذا يبقى مفروض بيعمل كذا ومفروض إن هو يعني كل واحد من الأطباء ومن الممردين ومن اليوزر زي ما تبطأ الأجهزة الطبية اللي في المستشفيات متوقعين إن يبقى فيه أساسيات موجودة في كل الأجهزة اللي من نوع معين فما ينفعش إن أنا مثلا أجي أكثر مثلا بعض القواعد اللي الناس متعرفة عليها في جهاز معين ويعني بدافع إن أنا بطور ويجي الدكتور في الآخر يجي بيبص على الجهاز ما يبقاش عارف أصلا شغاله إزاي فدي طبعا حاجات مهمة جدا ما ينفعش إن أنا أسيوم إن أنا هعمل حاجة جديدة وإن الدكتور هيتعلمها وهيقدر يستعملها بالشكل المزبوط لازم إن أنا بشكل ما أخالي الحاجة دي وشبه للحاجات اللي موجودة قبل كده والفنكشناليتي الأساسية تبقى واضحة إزاي استعمالها بحيث إن الدكتور يقدر يوعد على المكناة من غير ما يقرأ المانيوال الخاص يقدر إن هو على الأقل ما يعملش ضرر للعيان برضو حاجة مهمة جدا إن إحنا يعني ديزاينرز عموما لازم يبصوا أول حاجة على هاي لابل ديزاين برينسبلز أوكي أو جينرال برينسبلز عموما يعني هاي لابل ديزاين برينسبلز دي دي الأساسيات بيسيك دي الأساس اللي حنا بنيبني المكناة بتاعتنا لو أنا دلوقتي فرضا بنيت الأساس ده غلط لو الأساس ده كان فيه خطأ أوكي ملهاش معنى بقنا أنا في الحاجات اللي فوق يعني لو أنا يعني دلوقتي ما عملتش الأساس مزبوط كل حاجة بعد كده مهما كانت عمرها ما هتديني جهاز يبقى سيف ويبقى فلازم أخد بالي كويس قوي إن الديزاين برينسبلز اللي بسميها الهاي لابل ديزاين برينسبلز أو الجينرال ديزاين برينسبلز لازم تبقى متحققها ولازم يبقى فيه جاستيفيكيشن جامد جدا 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 لو مش حققها أثروايز يبقى أنا كده بجهز الجهاز بتاعي دوت إن هو يفشل سواء يفشل من حيث إن اليوزرز مش يقبلوه أو يفشل من حيث إن هو ممكن يسبب حوادث وبالتالي في الآخر الناس مش هتقبل إن هي تستعمله بعد كده